السبعتاشر مباراة مودرن سبورت القادمة مباراة مهمة ومع مديل فني متمرس وكبير باسم وبحجم كابتن طلعة يوسف كابتن طلعة يوسف أنا شخصيا من المدربين اللي بحبهم جدا جدا مدرب وايدا عن أي حاجة لا لا خالص راجل محترم جدا جدا وشخصية جميلة على يعني لما تقرب منه كمان على مستوى الشخص حاجة جميلة محترم جدا في الملعب بتحس انه هو كوتش قاعد يعني راجل مدرب طول عمره طول عمره وطول عمره ما بيروح أي فرقة بتحس ان الفرقة دي أداء هختلف لانه بيعرف ازاي ازاي ما كنا لسه بنتكلم على كولر بيعرف ازاي يلعب مع الخصم بيلعب مع الأندية الكبيرة ازاي راجل مش متكبر كمان في طريقة لعبه ما بيعانتش بيلعب بالزبط بحدود امكانيات الفرقة اللي مساكها بيجيد اللعبة مع الفرقة الكبار عشان كده أنا بقول لمباراة بكرة دي مباراة صعبة جدا وخصوصا أنها جاية مع بعد مكسب كبير للنادي الأهلي من ضد المنافس وطبعا تعرف بعد ما بتعمل مباراة قوية جدا جدا بتبقى دايما الآن من المباراة اللي بعدها زي ما بتجي تكسب بطولة دايما بنبقى خايفين من أي مباراة حتى وإن كان مع خصم بعيف بتبقى خايف لأن طبيعة البشر وطبيعة اللعيبة لما بتبقى كسبانة مباراة بيبقى فيه حالة من الانتشاء كده شوية ونبقى اللعيب كل واحد حسس بنفسه ونلاب يعني مباراة قمة مع فريق كبير وقدى أداء كويس بيجي بقى ممكن غصب عنه بيبقى صحيح بنقول عليها فاكك سينة فازاي انت تلعب المباراة دي مع فرقة جاية ومتحفزة وعرفة قدر النادي الأهلي ولسه شايفين النادي الأهلي كان عامل مباراة قوية مع برامدز فأكيد هيبقى استعداد قوي للنادي الأهلي ومع مدرب زي ما بقول محترم زي كابتن طلعت فأتمنى ان شاء الله بإذن الله لأننا في اعتقاد المباراة بكرة دي صعبة يعني توصلك لمرحلة بعد كده وتستعد طبعا للمباراة اللي احنا مش عارفينها هتطلعت منين مباراة الكاز دي إذن هي مواجهة خططية كبيرة جدا ما بين النادي الأهلي أو ما بين مرسيل كولر وكابتن